زي ما قلت لحضراتكو لا حديث في أم الدنيا إلا عن التغيير الوزاري التشكيل الوزاري مين ماشي ولمه دومه ومتعلقاته ومين لبس البجامة وقعد في البيت ومين مكمل معانا ومين تقريبا معاه وسطة كوش على نص المحافظات وكأن مفيش حد في البلد في كفاءته وعلمه وخبرته وإيجادته لكن اللي همنا من الموضوع كله وزارة التنمية المحلية يعني هنسيب باقي الوزارات للزمل اللي يتكلموا بكل واحد حسب مجاله وأنا هتكلم في المجال بتاعنا اللي هو المحافظات والتنمية المحلية كان عندنا السيد الوزير هشام أمنى أو اللي هو هشام أمنى وزير التنمية المحلية واللي من وجهة نظري كان أسوأ من تولى وزارة التنمية المحلية على مدار الأربع سنوات اللي فاته أو على مدار السنتين اللي فاته يمكن من 30-40 سنة أسوأ واحد قعد في منصب وزير التنمية المحلية هو هشام أمنى أسوأ واحد ما كانش ليه إنجازات وكل كلامه عبارة عن تصريحات في الهوى والمحافظات كانت أسوأ ما يكون في عهد هشام أمنى طبعا هشام أمنى عنده جريمة لو هيتحاسب عليها سياسيا أو لو عندنا مجلس نواب المفروض يتعاقب عليها النسياته بعد ما ساب محافظة البحيرة في 2018 أو في مطلع أنا أسف في 2022 ساب المحافظة اللي هي واحدة من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية سلت غزاء الوطن حوالي أربعة ونص أو خمسة مليون مواطن سابها من غير محافظ من 2022 للآن أكتر من سنتين ومحافظة البحيرة بلا محافظ واللي مشغل هذه المحافظة الست النائب بتاعته اللي هي الدكتورة منال بلبح البعض كان بيقول أن سيادته ما يصحش حد يقعد مكانه في كرسي المحافظة سيادته كان راسم ومخطط أنه بعد ما يمشي من الوزارة يرجع تاني يقعد على كرسي المحافظة سيادته كان شايف أنه يقدر يدور الوزارة ومعاها محافظة البحيرة عن طريق السكرتيرا بتاعته لا نفع في الوزارة ولا حتى دور محافظة البحيرة البحيرة بلا خدمات بسبب أنها بلا محافظ بقالها ساعتين الحمد لله مشي ومشيت كمان النائب بتاعه وجابوا للبحيرة جاكلين عازر دكتورة جاكلين عازر ودي كانت نائب محافظ سكندر يا ما علينا مين بقى جه محافظ أو مين جه وزير للتنمية المحلية السيدة اللي قدام حضراتكو دي دي الدكتورة منال عوض ميخايل منال عوض ميخايل دي طبيبة بيطرية أو دكتورة بيطرية إعلقتها بالتنمية المحلية منال عوض ميخايل كانت نائب محافظ الجيزة في الفترة ما بين 2017 و2018 وبعد كده تعينت دكتورة منال عوض محافظ لدمياط وبالمناسبة منال عوض ميخايل تعتبر اول سيدة مسيحية تشغل محافظة وهي ايضا اول سيدة تشغل منصب وزير التنمية المحلية عملت ايه منال عوض ميخايل في محافظة دمياط عشان تستحق انها تصبح المسؤولة عن 27 محافظة انا مش هقول لحضرتها غير روح اسأل اهالي دمياط اسألهم ماذا فعلت منال عوض في دمياط كيف تحولت دمياط اللي هي المحافظة رقم واحد في الايد العاملة يابان مصر زي مواصفها حسن المبارك المحافظة اللي ما كانش فيها عاطل عن العمل المحافظة اللي كانت بتكافي السوق المحلي من الاساس وبتصدر للعالم كله تحولت خلال اربع سنوات في وجود الست المحافظة منال عوض لاكبر او اعلى المحافظات في نسب البطالة تسعين او خمسة وتمانين في المية من الورش والدكاكين والمصانع في دمياط قفلت اهالي دمياط اللي مكانوش اللي كانوا بيشتغلوا شغلانها واتنين بسبب كترة الاعمال دلوقتي مش لقيين شغل دمياط اللي كان بيجي لها الايد العاملة من المحافظات المجاورة من البحيرة ومن كفر الشيخ ومن الغربية ومن اسكندرية عشان يشتغلوا في دمياط اصبحت واحدة من اعلى المحافظات الطاردة للسكان الدكتورة منال عوض اللي بتترقى النهاردة وتبقى وزير للتنمية المحلية هي اللي بوازت دمياط وكانت اول ما نقترح مدينة الاساس هي اللي قدت لاغلاق مصانع الحلويات في دمياط هي اللي قررت بيع مصانع الاغزية العريقة في دمياط وهي اللي طفشت الصيادين وهي اللي بوازت البنية التحتية مش بفتري عالست بالمناسبة لكن اسأل كده اهالي دمياط ما عنديش اي مشكلة انها تكون ست فضلا عن انها تكون مسيحية ابدا عنديش اي ازمة تنور مسلمة مسيحية ست راجل لكن المبدأ او المعيار هو الكفاءة ست دي فشلت فشل زريع بل افشلت واحدة من اهم المحافزات في الجمهورية وهي محافظة دمياط سيب بقى وزيرة التنمية المحلية واللي هتبقى بقى صديقتنا هنتكلم عنها الفترة اللي جاية تقريبا كل يوم ملفنا بقى هي الوزيرة بتاعتنا وتعالى نبص على حركة المحافظين تم تغيير واحد وعشرين محافظة من اجمالي سبعة وعشرين محافظة تمام كده شوف بقى ده حسب ما تم اعلانه او حسب ما نشر بعد اداء اليمين والقسم دولة السبعة وعشرين محافظة او السبعة وعشرين محافظة اللي عندنا لما تبص كده ليه الاسماء تشعر وكأن لا دي مش حركة محافظين دي حركة السادة اللواءات اهدي معايا كده يعني بتحطيلي تقسيملي الشاشة بقى عم حسان قالك اللواء اشرف محمد ده محافظة الغربية عندنا اللواء عماد محمد كدواني محافظ المينيا عندنا اللواء هشام احمد ابن نصر محافظ اسيوت اللواء عبدالفتاح سراج في سهاج اللواء طارق عبدالمغني في الده اهلية اللواء علاء ابراهيم في كفر الشيخ عندنا اللواء خالد مبارك في جنوب سينة عندنا كمان اللواء خالد مجاور في شمال سينة اللواء اسماعيل محمد اسماعيل في اسواد اللواء محب حبشي في بور سعيد اللواء اكرم جلال في الاسماعيلية اللواء طارق حامد الشازني السويس الفريق احمد خالد حسن سعيد في محافظة الاسماعيل من اجمالي سبعة وعشرين محافظة حسب الكلام اللي قدام حضراتكو ده عندنا اتناشر لواء وواحد فريق يعني من اجمالي سبعة وعشرين عندنا تلاتاشر ردبة عسكرية اتعينوا محافظين خلال هذا التعديل الوزاري او خلال هذه الحركة للمحافظين لكن في لعبة لطيفة كده عملها السادة المسؤولين في بلدنا عشان ما تتخدش وما تقوليش دول تلاتاشر بس شوف كده اذا كان اللواءات اللي مكتوب قدامهم لوقات اتناشر فاللي مكتوب قدامهم سيد عندنا خمسة من اللي كاتبين قدامهم سيد دول في الاصل اللواءات يعني مثلا هو كاتبلك السيد خالد محمود عبدالحليم عبدالعال ده محافظ انا لا ساعدتك هو مش سيد ده لواء عندنا كمان السيد ابراهيم شهاوي ابو لمون محافظ المنوفية ده ايضا لواء عندنا السيد خالد شعيد محافظ مطروح ده كمان لواء عندنا السيد محمد سليمان الزملوت محافظ الوادي الجديد ده ايضا لواء بالاضافة للسيد عمر حنفي محمود ده لواء في المخابرات العامة يبقى عندنا طلط عندنا اتناشر لواء واحد فريق وخمسة لواءات مكتوب قدامهم السيد عشان الناس ما تتخضش يبقى اجمالي عدد الرتب العسكرية في التعديل او في حركة المحافظين الجديدة 18 رتب عسكرية من اجمالي 27 فما تجيش بقى تقولي دي وزارة التنمية المحلية دي اصبحت وزارة التنمية العسكرية اصبحت وزارة التنمية الحربية ومحدش يقولي دي حركة المحافظين دي حركة داخلية لدى السادة اللواءات والرتب العسكرية والمكافآت اللي بيحصلوا عليها بعد خروجهم على المعاش في الخدمة تقريبا والله اعلم يعني لكن حضراتكم تكونوا اعلم مني ده تقريبا فيه بند خافي في الدستور المصري حطوا السيسي والنظام بتاعه بيقول ان المحافظ لابد ان يكون يحمل رتب عسكرية يمكن يمكن السؤال اسمه محافظ انا سيدي ده دكتور عسكري لو ابحث عنه هتلاقي له تقريبا هم حطوا مادة في الدستور بيقول ان لازم يكون المحافظ لوا سادة او خريج كلية عسكرية او اه جاي من الدفاع المدني اه من الدفاع الحربي او جاي من البحرية او جاي من الطيران او جاي من الشرطة ده مش موجود في اي حتة في العالم حد يقولي 18 لواء او 17 لواء وفريق درسوا ايه في الادارة 17 لواء وفريق ايه علاقتهم ايه علاقتهم بالمحليات بالتنمية المحلية بالمحافظات بالادارة بالتعامل المباشر مع المواطن محدش عارف الا ان ده مجرد مكافأة بيحصل عليها سادة العسكريين في بلدنا بعد ما يخرجوا على المعاش ويتحولوا بقدرة قادر وبحكم محاكم لمحافظة هل 105 مليون مواطن مصري ما فيهمش شاب او استاذ جامعة او مهندس او طبيب او اا 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 اقتصادي دارس ادارة هل ما عندناش حد خبير في التنمية المحلية هل ما عندناش حد في ال 108 مليون مواطن مصري يكون مدني مفيش على كتفه دبابير يقدر يمسك المحافظات عشان تجيب لي من 27 محافظة 18 ردبه عسكرية يعني داسته ونص عساكر في المحافظة لا يكون فعول الدكتوره منال عوض ست الوزيره هتتعامل زي مع شلت اللواءات دي دول بقيلهم اتنين عساكر ويعلنوا الحرب على مصر كلها ما شاء الله لواءات من اسكندرية لحد اسواد والمحافظات الهادية الصغيره دي حتطلق فيها دكتور او حتطلق فيها ايه مهندس على جنب على استحياء بس عشان خطر ايه عشان خطر شكلهم قدام الناس ولولا الملامه كان السبعة وعشرين محافظة بقى عندنا سبعة وعشرين لواء سبعة وعشرين ردبه عسكرية سبعة وعشرين تمام يا فندم عشان يعملوا اللي هم عايزينه اه شخصيا مش متفائل لا بتعيين الدكتورة منال وزير للتنمية المحلية ولا بحركة الزباط الداخلية اللي سموها حركة المحافظين ولا حتى بالترئعات يعني ده هو جاب نائب اه نائب محافظ اه اه بني سويف حطوا اه او نائب محافظ مش عارف اه القاهرة حطوا محافظ القاهرة وجاب نائب محافظ اسكندرية حطوا محافظ لفين ليه اه اه محافظة البحيرة وجاب رئيس اه مدينة بني سويف الجديدة حطوا حطوا مش عارف في محافظ اه الغربية يعني حاجة كده على عدية على اسهم اه اتلعبت بينهم فيهم جواهم ومش مهم المواطن ولا مصلحة المواطن ولا المحافظات اللي بتضرب تقرب من الفساد والاهمال وضعف الخدمات والبناء التحديل يلا خير اه مش دي اول خبطة بناخدها ولا دي اول ازمة ومشكلة يمكن نموذج وزير التعليم نموذج كامل الوزير اللي اصبح مجموعة وزارة بعض نموذج حتى وزير الزراعة بيقول ان الوزارة دي مجرد تحصيل حاصل والكلام كله على الراس اللي بتدور ومعاه مصطفى مدبولي اللي بينفذ وباقي الادوات مش مهم من مين اللي موجود